مدرب الأرجو أيان المدير الفني مارتن لسارتي وصل وقاد التدريبات مباراة الأهلي وبيرامتز يوم الجمعة إن شاء الله هتكون المباراة الأولى اللي بيقود فيها لسارتي الأهلي كمدير فني تابع كل التفاصيل كون صورة كاملة على كل اللعيبة كلامه للعيبة أنه عارف كل حاجة عن كل واحد فما يعني أنه الحمد لله جايوا معاه صورة كاملة لأنه من أول ما تعاقد وسافر أخذ عدد كبير من سيديهات المباريات الأخيرة للأهلي تابع المباراة الأخيرة مع الداخلية من المدرج ورصد كل شيء عن الفريق وبالتالي يمكن وجود أو استمرار الكابتن محمد يوسف معاه كمدرب عام بكل ما لدى محمد يوسف من معرفة كاملة بأحوال كل اللاعبين ده بيسهل كتير من مهمة المدير الفني الجديد اللي زي ما قال هو في المؤتمر الصحفي اللي عقده وقت توقيع العقد أنه بصمته على الفريق أو حتى تعديل طريقة اللعب وتعديل أسلوب الأداء حيكون تدريجي بالتأكيد مش هيتخلص من كل الشكل التكتيكي مرة واحدة ولا حيفرض أيضا شكل جديد مرة واحدة لكن من المؤكد أنه تدريجيا وحسب ظروف المباريات وحسب قدرات اللاعبين اللي دينا شايفين بدأ العدد يكتمل بدأت الصفوف تظهر بالشكل الكامل يمكن إعادة تأهيل الراجعين من الإصابة اللي منتظرين القيد مع الساعات الأولى من يناير إن شاء الله يعني ابتداء من بكرة مع فتح سيستم القيد وده سيستم دولي في الانتقالات الدولية لللاعبين هيحق للأهلي إضافة خمس لاعبين لقيمته المحلية وأيضا يحق له استبدال ما شاء من عدد وفقا لي الاتحاد الكرة أكد عليه للأندية في أربعة سبعة وأنا دايما أبدا بقول لكم أربعة سبعة ليه لأنه أول ما الأهلي هيستفيد من عمليات القيد والاستبدال هتبدأوا تسمعوا على السوشيال ميديا النغمة إنه فتحوا النظام للأهلي عملوا استبدال خاص عشان الأهلي لا هو من أربعة سبعة اللي فات كل نادي من أنديت الدوري عنده جواب من اتحاد الكرة يقوله فيه عندك في شهر يناير الحق في قيد خمس لاعب إضافيين لقيمتك واستبدال ما تشاء من لعبين النهاردة مرتن لسارتي المدير الفني الأروجوياني قاد هذا المران اللي حضراتكم شفته بعض الجوانب منه واكتمع مع الجهاز المعاون له على هامش هذا المران جلست لسارتي مع كابتن محمد يوسف وكابتن سامي ومصان وطبعا في حضور كابتن ساد عبد حفيز مدير الكرة تناولت الحديث عن بعض الأمور الفنية المراجعة بشأن كل اللاعبين المتاحين وفتح الحديث عن ملفات القيد المحلي وبالتالي القيد الأفريقي لأنه الأهل يحق له قيد سبع لعيبة لقيمته الأفريقية لازم أن يكونوا متسجلين محليا فبالتالي كل اللي أنتوا منتظرين قيدهم محليا وأفريقيا المفترض مع أول يناير يحق للأهل إضافة ما يشاء الجهاز الفني من لعبين ويكون لهم حق المشاركة ابتداء من مباراة الجمعة أمام بيرامتز وليد أزارو المهاجم المغربي هدف الفريق غاب عن مراني النهاردة بسبب نازلة برد اشتكى منها وليد واكتفى ببعض التدريبات الخفيفة في مراني اليوم بعد أحمد فاتح طبعا الخسارة الكبيرة قلب الدفاع أو قلب الأسد الظهير الأيمن الدولي الكبير بيعاني من إصابة تبعده عن الفريق لمدة شهرين لإصابته في نفس الإصابة اللي فاتت أو بعدته فترة طويلة في العضلة الأمامية بينما يعني هي المستشفى زي ما قلنا لكم قبل كده السرير بيفضى يدوب حد يخرج من سرير المستشفى يدخل لعب تاني مكانه وللأسف والسوء البخت دايما وأبدا اللي بيغيب يكون لعب من القوى المؤسرة انتوا شايفين أنه جونيور أجياء وهو في أحسن حالاته لما أصيب لغاية دلوقتي لسه بيرجع إن شاء الله ويعاد قيده بإذن الله بس انتوا شايفين عدد الإصابات ومدة الغيابة الطويلة جدا فأحمد فاتحي بيغيب لمدة قد تصل إلى شهرين لكن رجع حسام عشور واتمرن مع الفريق صلاح محسن ومحمد نجيب وسعد سمير في طريق مغادرة مستشفى الأهلي والانضمام للفريق إن شاء الله كل ملفات المصابين بيوليها لسارتي اهتمام كبير جدا وبمؤكد أنه الملف الطبي بيحظى باهتمام كبير ومتابعة ومراجعة في الفترة اللي جاية قوة الأهلي بقى بتستكمل وبالإضافات الصفقات الجديدة اللي دخلت بسرعة في صفوف الفريق بالإضافة إلى اللعيبة اللي منتظرة إعادة القيد زي صالح جمع وزي جونير أجيي وزي عمر جمال وزي عمر بركات اللعيبة اللي بتنتظر البت في موقفها من الناحية سواء من سيتم قيده أو من سيتم إعارته هؤلاء اللعبين بينتظموا في التدريبات بقوة واضحة جدا نضم بقى للقوة الضربة الحمراء بشكل مؤثر جدا رمضان صبحي اللي استعاره الأهلي من نديل إنجليزي لمدة ست شهور رمضان بالتأكيد إضافة نوعية قوية جدا من المؤكد أن الجامهير بتأمل منه حاجات كتيرة جدا هو وبقية اللعيبة خاصة النجوم الصفقات الجديدة محمد محمود محمود وحيد